احنا خلاص اتفقنا مع بعض على ان حلقات يوم السبت هتبقى حلقات احنا عن نصطلح على تسميتها حلقات اصحاب السعادة اللي هم مين اصحاب السعادة؟ الازواج الزوج والزوجة عن نتكلم ازاي نقدر نرتقي عشان نوصل الى السعادة الزوجية وعشان كده احنا بنختار في يوم السبت ده الاشياء اللي تزود التوافق الزوجي عندنا لغاية ما نوصل للسعادة وهنختار حاجات بتعبر عننا حقيقية وحاجات من جوة حياتنا زي مثلا ما هنتكلم النهاردة واحنا بنجاوب على سؤال هو ينفع الحب لو مات ان يرجع تاني ويحيا ويبقى يعيش معانا ويجمل حياتنا ويطلع احسن ما فينا زي ما كان قبل كده بس هو السؤال طب ليه احنا بنتكلم عن الحب عشان قوله تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة يبقى في مودة ورحمة والحب حضرت النبي صلى الله عليه وسلم سألوه من احب الناس اليك قال عائشة يبقى اذا الحب ركن ركين في الحياة الزوجية ومحدش يستهين بالحب ولا حد يبالغ في نوع من انواع الحب فيفسد الحياة الزوجية ان جيتوا للحق يعني انا شفت ناس بتتحمل مصاعب الحياة الزوجية عشان الحب وفي نفس الوقت شفت ناس بتخون بدعوة ان هي محتاجة حب وانا شفت كمان ناس بيفضل حياتهم ملهاش طع عشان بيبحثوا عن الحب الحب مهمة في الحياة الزوجية جدا فلازم نعرف نجاوب على السؤال المهم ده لو الحب مات في الحياة الزوجية ينفع تاني يحيا ويرجع ينور حياتنا زي مكان الجواب اه بس قبل ما نسأل هو لو الحب مات مش نتأكد الاول ان الحب مات ولا لأ ايه ده احنا ممكن نظن ان الحب في الحياة الزوجية مات وهو ما ماتش اه طبعا ونزيك احنا لازم نفحص زواتنا هل لسه في حب بيننا ولا لأ يعني لسه في حب ما بين اصحاب السعادة الزوجين ولا لأ انا بالدراسة كده وجدت ان فيه بالضبط كده عشر علامات عشر مقاييس كده لو موجود واحد منها يبقى لسه الحب موجود ولو كان فيه ادنى مستوياته انا بسميها مصطرة الحب العشر حاجات دي لو نديهم كل واحدة عشر درجات هيبقى الحب من مية فنخلي كل واحد من دولة بناخد فيه درجة من عشرة فنعرف مستوى الحب عندنا قد ايه ايه العشر حاجات دي اي حاجة من دية لو هي موجودة ما ينفعش نقول الحب مات لكن نقول الحب في قد مستوياته ومعنى ان الحب في قد مستوياته يعني ايه زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم إذن الحب ممكن يزيد حضرت النبي اللي قال لنا كده ايه بقى العشر علامات دولة أول حاجة بقاء اللي احترموا التقدير هو لسه بيحترمها وبيقدرها وهي لسه بتحترمه وتقدره لسه مش قادرة تتكلم عنه كلام وحش قصاد الناس هو مش قادر يتجاوز في حقها لما تيجي تسأله آه يقولك دي أم الأولاد هي تقولك آه أصل هو في الآخر خالص مش هنفضح نفسنا الحب لسه فاضل ما تكذبوش على نفسك الحاجة التانية إنه هو ما وقعدين في البيت يبقى فيه لمسات إنه هو يحاول يسلم عليها يحاول يطبطب عليها يحاول في بعض الأحيين يقبلها هي تحاول تقرب منه وتقعد قريبة منه اللمسات تاني حاجة لازم نشوف قده إيه بيعبره عن الحب لو فيه واحد بيعبر عن الحب يعني واحد بيعبر عن الحب يعني إيه واحد بيقول إن أنا مشتقلك واحدة بتقوله انت غبت علينا كتير كده ليه آه يبقى الحب لسه موجود حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة تقوله والله إلا أهجر إلا اسمك يا رسول الله وفي التعبير عن الحب عن الكلمة عن حاجات كتيرة إنه إحنا عندنا إحنا الآن بس بنوضع قواعد للكلام عن قضية الحب لأن ما ينفعش إن قضية مهمة زي دي ناخدها في حلقة إحنا هنتكلم عن الحب مرات تانية كمان ما ينفعش واتنين بيتكلموا عن المستقبل المشترك إن هم هيعملوا حاجة في المستقبل ويكون ما فيش بينهم حب بدل بيتكلموا وبيتكلموا عن المستقبل المشترك وأنا دايماً لما بيقولي في الأمور الزوجية أقول لهم خلوا بالكم إن إحنا لازم نتكلم عن إيه؟ لازم نتكلم عن المستقبل والسعادة مدام هم الاتنين بيتكلموا عن المستقبل المشترك أو حد فيهم بيتكلموا عن المستقبل المشترك يبقى للشخص ده هات لسه عنده حب كمان العلامة الخامسة اللي بتدل على الحب بيحفظوا أسرار بعض مش عايزين فضايح آه صريح إن مش عايزين فضايح بس إحنا ما زلنا بنحب بعض العلامة الستة العطاء والتضحية يعني إيه العطاء والتضحية؟ يعني لو واحد إيه اللي حاصل هو وزوجته لسه بيصرف عليها لسه هي بتحاول توفره من فلوسه لا 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 كده يبقى فيه حب لإن إحنا بنشوف لما بيقش فيه حب بيقى فيه انتقام وفيه إهضار للموارد وفيه محاولة لأخذ الحق لكن لو لسه فيه عطاء كل واحد بيدي للتاني أنا عارف إن انتوا بتقولوا آه ما هو مش لازم ده أنت أصدق على الحب الكامل اللي بياخد درجة مية من مية لكن مدامل على مد موجودة إن لسه فيه عطاء لسه هو بيصرف عليها لسه هو لما جاء أسألها هو بخيل معاكي ولا لا ولا لا تقولي جيت للحق يعني هو مش بخيل بدل هو مش بخيل عليكي يبقى لسه بيحبك بدل هي بتحفظ مالك يبقى هي لسه بتحبك بعد كده أنا عارف إن في حد يقول لا 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 واحدة واحدة بس واحدة واحدة قيموا الحاجات بطريقة مختلفة أنا عارف إن الناس لما تبقى زعلانة من بعض بتبقى همها إن هي توصل شريك حياتها إن أنا ما بقتش أحبك عشان يقول لها إيه ده أنت نور عيني ده أنت حبيب تقلبي فيقول لها زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة قال لها إيه قال لها ببساطة خالص كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أطلقك تفرح يا بقى العلامة السبعة من علامته بقاء الحب الدعم وقت وقت الاحتياج لما حد فيهم يحتاج يلاقي التاني جنبه يقول لك أنا بعمل الكلام ده بيدفع إنساني أنا بعمل الكلام ده بيدفع مش معقولة يعني في الأخ خالص بيننا عشر آه يبقى أنت بتحبها الحاجة اللي التمنى العلامة التمنى متابعة الأخبار يجي للأولاد ماما كان عاملة النهاردة يعني إيه كانت زعلانة ولا مبسوطة ولا إيه آه لأ كانت مبسوطة طب يروح فارحة لسه بيحبها هي تقول تقول أنت عملت النهاردة في الشغل أنا بسأل بس عشان ما تفتكرش إن أنا رجعت أحبك تاني ده أنا كل الحكاة بس بسأل عشان بسألت بأموري البيت متابعة الأخبار ده نوع بيدل على بقاء الحب حفظ الغيبة بقى لما هو يكون غايب في حد تكلم عليه أمها أو حد لا أنا مش عايز أتكلم عليه لأنه أبو أولادي لا أنا مش عايز أتكلم عليه لأنه في حياة يعني هي برضو عملت أشياء جميلة في حياتي آه لا لا لسه بيحبوا بعض رقم عشرة الحنين للذكرات السعيدة إنه يبقى عندهم حنين لما تيجي تمر للذكرى السعيدة بينهم همما لاتنين يبقى إيه اللي حاصل يبقى هو يحصل كده الجمال واللطافة والحلاوة آه لسه بيحبوا بعض لما يقسوا بعض بقى على ده هيجدوا حاجة غريبة قوي ترجمة نانسي قنقر